مرحبا بكم أصدقاء قناة لسونس شير التعليمية جوجل كومباني هاستري تاريخ شركة جوجل أواخر التسعينيات في العام 1995 بدأ جوجل كمشروع بحثي من قبر لاري بيج وسيرجي برين الطالبان في جامعة ستانفورد في الأصل استخدم موقع ستانفورد محرك البحث على الويب مع النطاق جوجل دوت ستانفورد إي دي يو وفي 15 سبتمبر في العام 1997 تم تسجيل النطاق جوجل دوت كوم وفي الرابع من سبتمبر في العام 1998 قد قاموا رسميا بتأسيس شركتهم جوجل في مرآب صديقتهم سوزان واجسكي في مايلو بار كاليفورنيا كان كل من برين وبيج يعارضا استخدام النوافذ المنبثقة الإعلانية في محرك البحث أو نموذج محركات البحث المموولة من الإعلانات وكتبوا ورقة بحثية في العام 1998 حول هذا الموضوع في حين لا يزال الطلاب غيروا عقولهم في وقت مبقر وسمحوا بالإعلانات نصية بسيطة وبحلول عام 1998 كان لدى جوجل فيهرز بحوالي 60 مليون صفحة في مارس 1999 انتقلت الشركة إلى مكاتف في إيمة 65 شارع الجامعة في بالو آلتو وموطن عدة شركات تكنولوجيا السيليكون وبعد أن قامت الشركة بسرعة بتطوير موقعين أخرين واستأجرت مجموعة من المباني في ماونتين فيو من سيليكون جرافيكس في العام 2003 ظلت الشركة في هذا الموقع منذ ذلك الحين وأصبح منذ ذلك الحين والمعروف باسم جوجل بلاكس وفي عام 2006 اشترت جوجل العقار من سجي مقابل 319 مليون دولار أمريكي في القرن الواحد وعشرين اكتذب مهرك البحث جوجل متابعة موالية بين العدد المتزيد بين مستخدمين الإنترنت الذي يحبون تصميمه بشكل بسيط وفي عام 2000 بدأت جوجل بيع الإعلانات المرتبطة بالكلمات الرئيسية بالبحث في العام 2010 التقط الشركة خدمات جوجل بلاس وهي الرابعة في الشركات الاجتماعية بعد جوجل بوز وجوجل اتصالات الأصدقاء ووروكروت التي بدأت في عام 2004 وتقاعدت في سبتمبر 2014 اعتبارا من نوبمبر في العام 2014 عملت جوجل أكثر من 70 مكتبا في أكثر من 41 بلد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر